أيام معدودات تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر القادم استحقاق هام يأتي في خضم أحداث عالمية وقارية ألقت بظلالها وبثقلها على طبيعة العلاقات العامة بين الدول الانتخابات الرئاسية مثل ما أشرنا لها دور كبيل في استقرار الدولة وفي بناء مؤسسات الدولة فبالتالي لا يمكننا من هذا المنبر إلا أن نطالب الشعب الجزائري ومواطني الدولة الجزائرية للاستجابة بقوة لهذا النداء وهو نداء الدولة ولاية تمنغست ولاية حدودية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية يعلق الشارع الهوغاري على هذه الانتخابات آمالا كبيرة من أجل إكمال مسار التنمية في هذا الوطن المفدى من خلال الذهاب إلى صندوق الاقتراع لقول كلمة الفصل اليوم نشاهد بعض الأحداث في منطقة الساحل التي تعد أقرب منطقة لجنوب الجزائر نحتاج للرجل قوي عنده سند شعبي قوي باعتباره سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة التي ستحافظ على الأمن والاستقرار في الوطن وأيضا ستتمر مسيرة البناء والتشييد في الجزائر لابد من مشاركة في هذه الانتخابات لابد أن يعبر على صوته ولا بد أن نختار رئيس اللي يمكن يقود البلاد للأحسن ولا بد أن نحقيق متطلبات الشعب يعني شيء على الأقل يطمح له كل مواطن وهو استقرار والتنمية نحن نتطلع إن شاء الله في الموعد الانتخابية القادمة إلى تنافسية قوية جدا في البرامج خلال إيجاد الحلول المقنعة للأوضاع التي يعيشها المواطن الجزائري الآن وجه دعوة خاصة جدا إلى كل فئة المجتمع الجزائري خصوصا الشباب إلى القدوم يوم الانتخاب من أجل خلق ديناميكية جديدة وإدلاء كلمة حول اختيار الرئيس الأفضل الذي إن شاء الله سيسعى إلى بناء جزائر جديدة إذن هي جزء من نظرة الشارع الهوغاري للانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات يدرك تماما أهميتها باعتبار المنطقة بوابة الجزائر نحو إفريقيا وقبلة سياحية بامتياز عوامل من شأنها دفع عجلة التنمية واستكمال مسارها في هذه الولاية المنجمية